أكد رئيس البرلمان الفنلندي يوسي آلا آهو اليوم برباط أن المغرب يعد شريكا مهما للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مبرزا أن المملكة شريك بالقدر نفسه من الأهمية الفنلندا بصفتها عضوا جديدا في الاتحاد وقال السيد آلا آهو في تصريح عقب مباحثات نجرها مع رئيس مجلس نواب رشيد طلب العالمي أن المغرب يطلع بدور محوري في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات خاصة على انتقال الطاقي ومكافحة ظاهرة تغير المناخ والهجرة غير النظامية والإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا التي تكتس أهمية استراتيجية وعضف رئيس البرلمان الفنلندي في هذا السياق أن بلاده تدعم بقوة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب